تمكنت وحدة الجراحة العصبية في مجمع السلمانية الطبي من تطوير تقنية زراعة الجنجمة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد ليصبح المجمع الطبي أول مستشفى في مملكة البحرين يطبق هذه التقنية في خدماته العلاجية حيث ستسم هذه التقنية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المصابين بأنواع مختلفة من الأمراض بالإضافة إلى تقليل فتلة الانتظار بشكل ملحون هذا وقد أشاد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بالإنجاز المميز لفريق وحدة الجراحة العصبية بمجمع السلمانية الطبي والذي يشكل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة ويعكس بصورة مشرفة كفاءة الكوادر الصحية التي تضمها كافة المستشفيات الحكومية والتي أثبتت تمييزها وجدارتها في المواقع كافة